إذا كنا قد أشرنا إلى أنه في الجانب الحواري والنقاش من هذه الحلقة سنتوقف عند بعض النقاط المرتبطة بما تم إنجازه فيما يخص مجال الطاقة وتحديداً توظيف هذه المسألة فيما يخص الحديث عن بعض القضايا المرتبطة بتوظيفات مجال الطاقة وما كان فيها فيما يخص القطاع الزراعي في هذا العرض سنسلط الضوء على ما أنجز وما تحقق في هذا الملف الطاقة في مصر قطاع الطاقة في مصر تمكن من تحقيق نجاحات ونصفت بالهائلة وبشهادة الجميع على مدار السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة المختلفة تعددت مصادر الطاقة بالطبع كان الأمر مرتبط ببعد تنموي واقتصادي واستثماري كبير وبالطبع الأمر كان مرتبط بصالح المواطن المصري تتمتع مصر بفراء واضح فيما يخص مجالات الطاقة المتجددة والمختلفة وعلى رأسها طاقة الرياح وكانت من بين المصادر التي جرى الاستثمار فيها والطاقة الشمسية تم تخصيص أكثر من 7600 كيلو متر لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من أراض غير مستغلة سيتم استغلالها أو تم استغلالها وتخصيصها بالفعل لهذا الغرض أكثر من ذلك أن وصلت القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى نحو 90 جيجا وات كما يمكن تصدير الفائض من هذه الطاقات المتجددة إلى دول أوروبية عن طريق مشروعات الربط الكهربائي الممتدة اتخذت مصر أيضاً العديد من الإجراءات رغبة منها في تعزيز الاستفادة من الإمكانات الهائلة ومن الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر كما أن هناك خطة طموحة لعلكم استمعتم وتبعتموها في أوقات سابقة وهي الرغبة في زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2022 هذا أيضاً هناك رغبة إلى الوصول بالطاقات المتجددة وما تسهم به في مزيج الطاقة إلى 42% من مجمل ما تنتجه مصر من طاقة بحلول عام 2035 ويتم العمل على دراسات لزيادة هذه النسب والمعدلات إلى نحو 61% مما تنتجه مصر من طاقة أن يكون طاقة متجددة بحلول عام 2040 الرؤية الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة أسهمت أيضاً في إحداف قدر واسع من التطور والضخط في صناعة الغاز والنفط العمر الذي أدى إلى تحقق قدر واضح من الاكتفاء الذاتي مما تنتجه مصر من الغاز الطبيعي والأكثر من ذلك هو الاتجاه صوب التصدير بفضل تطوير البناء التحتية القوية وتشجيع الاستثمار في مجال استكشافات الغاز الطبيعي وبالتالي حققت زيادة واضحة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة التي تبدو أكثر كلفة وتلويثاً على المستوى البيئي نتحدث عن البنزين والسولار الأمر كان مرتبط بثلاث سنوات بلغت نسبة الزيادة في استهلاكها نحو 8% أما مجال الكهرباء فتمكنت مصر خلال العام المنقضي 2020 في تحقيق عدد ضخم من المنجزات انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً العمر أسهم بدوره في ارتفاع ترتيب مصر بالحصول على المركز السابع والسبعين من المركز 145 في عام 2014 وانظروا الخطوات التي قطعت في أقل من ست سنوات هذا كان مرتبط بتقرير ممارسة أنشطة العمل لعام 2020 وزارة الكهرباء بدورها نفذت في العام المنقضي 2020 عدداً آخر من المشروعات في مجال إنتاج الكهرباء من بينها مجال قدرات التوليد الحرارية بلغت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة قرابة 59.063 ميجاوات حتى السابع عشر من ديسمبر الماضي عام 2020 أما بالنسبة لشبكات النقل والتوزيع الخاصة بالطاقة الكهربائية فقد بلغت سعة محطات المحولات الكهربائية في الجهد الفائق والجهد العالي قرابة 164 ألف ميجا فولت أمبير ويتم العمل على الانتهاء من 153 مشروعاً خلال ست سنوات تقسم على النحو التالي ثمانية مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة 21 مشروعاً للشركة القابضة لتوليد الكهرباء يضاف هذا بالطبع إلى مشروع هيئة المحطات النووية يضاف أيضاً إلى كل ذلك 123 مشروعاً للشركة المصرية لنقل الكهرباء من أهم مشروعات الطاقة الشمسية بالطبع كما تعلمون دوماً مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذي تبلغ قدرته الانتاجية 1456 ميجا وات والحائس بالطبع أيضاً كما تابعتم على جائزة التمييز الحكومي العربية في دورته الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية تبلغ القدرة الانتاجية كما أشرنا 1456 ميجا وات لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم المشروع بدوره يوفر 20 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة منذ وضع حجر الأساسي له عام 2015 يقوم مشروع بنبان على الشراكة مع نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في قطاعي البناء والطاقة نحن إذن وصلنا إلى ختام هذا الجانب الذي كان لزاماً علينا أن نسلط الضوء فيه لأبرز ما جاء وأنجز على مدار السنوات الماضية وربما حتى في العام المنقضي فيما يخص مشروعات الطاقة فاصل قصير ثم نبدأ نقاشنا مسلطين الضوء على ما استعرضناه قبل لحظات